هل تسأل السؤال ما كانت تتصور يعني؟ يلا تعمل نفسي متفاجئة؟ اوه معرفش اعمل نفسي متفاجئة انا طبعا يا جدا ازايكم عاملين اي رب تكونوا كلكم بخير؟ معاكم نور محسن ودي قناتي على اليوتيوب دي المورة التانية اللي بنزل فيها اكلم الناس في الشرع واسألهم اسئلة مختلفة تقولولي ايه اكتر تاريخ انت عملتوا فيه انجاز انتوا فخرين بيه جدا واكتر حدث كان مؤلم بالنسبة لكم وكان زي كأنه نقطة تحول كده في حياتكم الاسئلة الجديدة بسأل عن العادات والتقاليد فكايتات اسئلة فالاسئلة ديت انا بسألها لكم كمان اكتبها لي كل واحد يجوابني عليها تحت في الكومنتات وتعالي نشوف رأي الناس فيها ازايك عاملة ايه اخبارك ايه اسمي ايه اسمي فرح طيب محسن وعندي قناة على اليوتيوب بتكلم فيها عن عادات والتقاليد والتاريخ وكده طيب لو انا قلتلك ايه اكتر عادة في مصر انت عايز تغيريها مثلا الفيسيخ ساعة شام النسيم او بتحبش الفيسيخ لا بحبه بس بحبه بس مش لازم يوم شام النسيم يعني ممكن ناكله في ايام كتير عشان بحبه تمام بس في ناس بناكله في اي وقت شمع يعني طوان بعيلتي عائلة مصرية اصيرة ما ينفعش ناكله يعني لو هناكله كده ببقى بعيد عن ربضان في شام النسيم ممكن ناكله مثلا مرتين تلاث مرات غير كده في نوفان يعني غير كده كل مسلا انتها تربعة شوهر مرة الجماعة غيروا العادة بتاعت الفيسيخ دي وناكلها في اي وقت عشان فرح عادة ايه بسرعة حاجة كتيرة حاجة كتير مستفزة ايه مثلا حاجة مستفزة عجز تغيريها يعني لو بإيدي ايه مثلا في الصيد في حاجة كتيره اوحش اوه في الصيد تمام زي ايه مثلا العادات اللي هناك حور في حور كده في البنات والولاد في حاجة كتيره ما ينفعش ليها بس هم يعني هي مش حرام ولا حاجة بس هم بحكم ان احنا في الصيد وكده فالبنت ما ينفعش تامل حاجات كتير قوي بس عالي بالنسبة للولاد ايتي في الصيد؟ لا اه ممكن يعني في المصريين المصريين ان هم بيحبوا الفاتي والهبد عمارة وطر طيب انتي قلتلي ان انتي في منظوميات من المنصورة ايه اكتر عادة مختلفة عن يعني في المنصورة الموجودة بوش موجودة ابو فسايدا مش عارفة بسايلها الحالق ان احنا مثلا في عندنا متحفزين شوية يعني معظم معظم العائلات متحفزين وكدا يعني عايدين تانية مش قوين باينت عندهم احنا الوقتي الفين تلاتة وعشرين لو انتي عايزة تخشي الفين اربعة وعشرين وهتغيري عادة عندك اي هي العادة اللي انت تغيري اه التردد طب اي ايه الموقف اللي حصل? متوتر برضو حاجة كتيرة. طب ايه الموقف اللي حصل? خلت تحس ان انتي كده مترددة لو مكان يعني لو ان ما كانش عندي كالتردد ده كان الدنيا بتزبطت. حاجة كتيرة قوي انا في كل حاجة مترددة. ان انا هنزل نرد انا مترددة. في كل حاجة حرفيا. فلان انا عايزة لغي الحيطة دي خالص. ان انا بصمي خافة برزانت اي حاجة قدام عدد كبير بيبقى الموضوع صعبقي من نسباني فعايزة يعني اتخل صاني ج قولي لي كده مثلا موقف حصل لك كنت مندفعة فيه وتعلمت ان انتي يعني ايه اللي خليك تقولي ان انا اندفاعية? ان انا اندفاعية كان فيه قدامي قرار ان انا سيبي التامرين او اكمل انا سيبته من غير ما افكر اصل. وبعد كده اندمت يعني. وبعد كده اندمت ورجعت بس اتأخرت. رجعت بعدها بتالت سنين. ايه العادة اللي انتي اخدها من جدتك? ايش عارف ممكن انها يطلب الوقت زعلانة وشهادة الهمة بس انا مش اشتراها كده ايه. دايما اشتراها كده اي مثلا لما كنت انا اعمل حاجة ازها بها ماما كانت خلت وقا مش جدتي. كانت خلت وطاق تقولي اقلب اقلب الادرة على فمها تطلع البنت لامها. في حاجة انتي اخدتها من جدتك اسمها. اسمها بجد؟ الله اسم جيد. اتمنى تكونوا استمتعك بالفيديو وتنسوا شتركوا بالقناة والفعاجة واستنبيه عشان نرسوكم اي حياة جديدة. مع السلامة.